من هي عفيفة الجميلة؟ أريد أن نعرفها بالبداية تفضل أنا طبعاً يشرفني أن أكون أضو مؤسس في حزب المشروع العربي وقيادية بالمشروع العربي وعملت في قسم الإغاثة من اللحظة الأولى للنزوح في مؤسسة الخنجر كنت أول إمرأة تعمل في مؤسسة الخنجر كعمل إغاثي فكنا مع النازحين بكل مكان كل مكان كنا معهم بالمخيمات بالأقليم خارج الأقليم فكل المخيمات عملنا عملنا على الجرحة عملنا في مجال التعليم عملنا في مجال الإغاثة هذه المؤسسة التي احتويت النازحين من كل الجوانب وأنا فخورة أني تركت بصمة كبيرة من خلال مؤسسة الخنجر طبعاً لكل المرشحين اليوم عندهم برامج انتخابية طبعاً أنا الوحيدة اللي مرتاحة ما عندي برنامج انتخابي لأن كان عندنا برنامج أكبر من البرنامج الانتخابي نحن كمرشحين مشروع العربي عندنا برنامج كان إنساني تركنا بصمة كبيرة نحن كنا بمخيمات النزوح من اللحظة الأولى ليس اليوم المرشحين ينزلون ويوزعون سلات أو يزورون المخيمات باللحظة الحرجة وبالوقت الضايع نحن كنا بوقت كان الناس في أمس الحاجة الوجود من يمدلهم يد العون بتلك اللحظات